انا ام عبود هي امرأة سورية اضطرت بسبب الحرب والظرف اللي مرأوا فيه انه يسافروا على بلد تاني فاجيت انا وجوزي وعبود وبنتي ولجأنا لمزرعة وهي المزرعة بتصير فيها هاي الأحداث بنشوفها هلأ في كتير قصة انسانية خاصة كتير وحتى عبود هذا الطفل الرائع موهوب جدا فبنشوف كيف عم يتعامل عبود مع هالجو الجديد اللي هو فيه ومع الممثل ويسام حنا كيف بصير العلاقة بيناتهم وكيف حتى يعني اول شي بيكون في موقف وبعدين بيتحول هذا الموقف بسبب الاحداث اللي بتصير بالفيلم